تقول يعني ممكن بعملية جراحية لأنه لا يمكن إلا بمثل هذا أخت الفاضلة بالنسبة لمسائل التجميل أو التجمل يجوز للإنسان أن يستعمل عمليات التجميل لإعادة العضو إلى وضعه الطبيعي فأي عضو تشوه أو انقطع أو ولد الإنسان وهذا العضو غير طبيعي مثلا غير طبيعي فيجوز إعادته إلى أصله والعلماء لهم أدل كثيرة في ذلك منها حديث الثلاثة أما إذا كان لا تكبير الصدر إنما هو لأجل تغيير خلق الله وأن هذا الصدر ليس فيه أي مشكلة ولا ضرر وإنما هكذا خلق الله عز وجل خلق هذه المرأة وصدرها صغير مثلا لا يجوز لها ويحرم عليها الاعتداء على خلق الله عز وجل بتغييره وفي هذا استجابة للشيطان الذي توعد فقال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله فكثير من النساء صدرها صغير ما في مشكلة هذا خلق الله عز وجل أما إذا كان الصدر الصغير مضر بمعنى أنها يترتب عليها إشكالات صحية يترتب عليها عدم القدرة على إرضاع طفلها يترتب عليها إشكالات حتى تؤثر على الجانب النفسي عندها لأن وضعها غير طبيعي ممكن في مثل هذه الحالة أن تعيده إلى الوضع الطبيعي ولا أن تلعب به بحيث أن تكبره بالتكبير الذي يمارسه بعض النساء لقضية التجميل فقط وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر